السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في قناة أبو يوسف للوصفات الطبية لكم مني كل التحية والتقدير لكم مني أجمل التهاني القلبية من كل قلبي ويشهد الله إني أحبكم في الله طبعا معروف أن دايما كل ما نبدأ في أي فيديو لا تنسى الصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم موضوع حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى عن علاج التركيز موضوع الحلقة على عدم التركيز مرة ثانية موضوع الحلقة عدم التركيز أولا تساعد زيادة التركيز في زيادة الإنتاجية وهذا يعني أن التركيز أمر ضروري للغاية لكن العديد من الأشخاص يعانون من كل التركيز أو فقدانه في الكثير من الأوقات أرقم واحد بسبب عدم التركيز أرقم واحد انتبه معي التوتر أرقم واحد التوتر أرقم اثنين الضغوط النفسية أرقم ثلاثة الاكتئاب أرقم أربعة الحزن أرقم خمسة كسرة المشاكل والضغوط النفسية في المنازل طيب جلنا إحنا الأعراض طيب إيه تاني نعمل إيه عشان نوصل للي إحنا عايزينه لذلك نقدم لكم بعض وأهم الأمور التي تساعد على زيادة وتحسين التركيز علاج التركيز هو أركز معي جيدا أركز معي أيوة انت انت اللي بتبص كده أركز معي أركز يا أختي معايا أترك كل اللي معاك دلوقت وأركز معي في اللي أنا بقوله مهم جدا علاج عدم التركيز هو رقم واحد تخصيص ساعة على الأقل لممارسة التأمل عن طريق التركيز على التنفس وكيفية دخول الهواء وخروجه فإن له دورا مهما في تهدئة الدورة الدموية ويزيد من الشعور والهدوء بسلام رقم اثنين التقليل من الأهداف الضخمة ومحاولة التدرج بالأهداف تجنبا لإخفاق الذي يعمل على فقدان التركيز أما الأهداف الصغيرة التي تساعد في الحصول على نتائج أفضل تمام أرقم ثلاثة اختيار الوقت المناسب أو اختيار الوقت الذي يعد الأفضل للشخص وأقصر راحلة يعني تختار الوقت المناسب عشان تركز الوقت المناسب ويشعر بأنه هو الوقت الذي يستطيعه الإنسان بشكل أكبر يعني تختار وقت كويس وممتاز بحيث أنك تكون مخك كده تركز معي كده ويه وتهتم رقم أربعة وأهم شيء أخذ الكسط الكافي من النوم لازم تنام في الفترة المسائية وخاصة بالليل لازم تاخد كمية أكبر عشان تستفيد وترتاح رقم أربعة أو خمسة عدم تناول الكثير من الطعام ما تكلش كتير براحتك الأكل مش هيطير بس يكل براحتك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك إيه؟ كان لك ثلثا لنفسك وثلثا لشرابك وثلثا لطعامك أيوة نعم ركز وبالراحة عدم تناول الكثير من الطعام لأنه يقلل من التركيز نظرا للشعور بالتخمة وصعوبة الهضم أما تناول كميات قليلة من الطعام فإنها تعمل على تسريع من عملية الإيض دون الشعور والإنزعاج من التخمة يعني بتترك المعدة براحتها تأخذ راحتها مش مكينة مش مكينة حاب نحط لها لا بالراحة كل شيء له هدوء كل براحتك وسمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك رقم ستة تجنب إجبار النفس على القيام بأمور معينة أكثر من اللازم فإن العقل يرفض ذلك ويزيد من عدم التركيز والإنتاجية يعني إيه الكلام ده؟ يعني ما تشبرش نفسك لما تكون مثلا إنت شغال دلوقت عندك عمل معين وشغال براحتك ما تشتغلش زياد عن طاقتك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها خلاص أنت كدرت على جد كده خلاص ما تشتغلش زياد من طاقتك ده صحتك أمانة أرقم سبعة ارتداء الملابس الخفيفة قادر المستطاع لأن الواحد كده بيحس بالشعور بالراحة فعلا زي الجونا الصيف ده تبدأ لبس لي لبس تجيل نفسك متضايق النفسية متعبانة مش مرتاح فحاول أنك تلبس لبس وخاصة القطني ويكون خفيف تمام؟ أرقم تمانية الجلوس الجلوس في أجواء مريحة خاصة في أجواء الطبيعة الخلابة فهذا يساعد على الشعور بسلام والهدوء والراحة طبعا ما فيش أحلى من جو الطبيعة جو المزارع أو البحر خليك في مكان هادي لاحظ كده لاحظ كده أي واحد كده ما عايز الوقت سميع أن انت و هو لما بيكون عندك أي مشكلة في بيتك أو مشاكل نفسية أول حان بتفكر تعمل ايه فيها عايز تطلح تخرج تتنفس نفسك تتنفس هواء نفسك تتنفس وترتاح نفسيا وروح الطبيعة المزارع لأنها الطبيعة الخلابة أرقم تسعة الجلوس منعزلا يعطيك بعد الوقت فإنه يساعد على قوة التركيز والشعور بالراحة ليس طول حياتك تبقى منعزل في وضع وحديك في مكان وحديك لا الوقت اللي هو أنت عايز تفكر تعمل فيه حاجة مهمة مش عايز حواليك إزعاج قسط كافة جنة من النوع والراحة ايه ثاني عدم المماطلة في أداء بعض المهمات بداع الكسل فهذا سيزيد من قوة الشعور وزيادة الأعباء ايه ثاني ممارسة بعض التمارين العقلية التي تزيد من قوة التركيز والكلمات المتقاطعة وأهم نقطة مراجعة القرآن الكريم أو قصة أركز كده ومسك كده مصحفك وأجلس توضع وصلي بهدوء صلي بهدوء صلي بهدوء لا تستطيع التركيز ومالاش السرعة في الكراهة وخاصة في الكرآن أو في الصلاة لأنك برضو هتحس بعدم التركيز وبعد ما تخلص ماش هتبعارف انت أصلا قرعت ايه في الصلاة ايه ثاني ممارسة التمارين الرياضية يوميا ليه؟ لأنها تعطيك الوضع الصحي للشخص وبتولد قسما بالله ممارسة الرياضة بتحسن المزاج والله بتحسن المزاج حتى وانت بتلعب الرياضة ولا بتجري في الرياضة حاول استغل الوقت وخاصة لو بتجري أو تنشي بالخطوة السريعة ياريه برضو خلي لسانك على طول كده تسلم على نفسك سبحان الله جسمها الحمد لله الله أكبر أستغفر الله هتكسب ايه ثاني استخدام التدوين أولا بأول خاصة في تحديد المهام والأمور التي يجب القيام بها للشعور بتضيع بين الأفكار وفقدان التركيز ايه ثاني أخذ استراحة سريعة خاصة أثناء العمل لما تكون في شغل كبير وضخ ياريه تاخد جسد ترتاح ولو نصف ساعة لكي تقدر ترجع وتحمس تمام؟ طيب فيه علاجات من الطبيعة من الطبيعة احنا ذكرنا الأشياء اللي هو المفروض احنا ننتبه لها نذكر الأشياء اللي هي من الطبيعة أرقم واحد التوت تناول التوت سيساعد في زيادة التركيز نظرا لمحتوى من المواد المضادة للأكسادة التي تحفز من تدفق الدم والأكسجين إلى الدماغ أرقم اثنين تناول الشاي الأخضر يساعد على التركيز لمحتوى من مادة الكافاين ثاني تناول الخضروات الورقية الخضراء تناول الخضروات الورقية الخضراء فيتحفز من قدرات الدماغ وذلك لمحتوىها الجيد من المواد المضادة للأكسادة ثاني شرب كميات كبيرة من الماء ويعطي للدماغ الطاقة الكهربائية الجيدة التي تحسن من وظائف المخ ثاني في ذلك عمليات التفكير تمام أرقم أربعة تناول ملعقة من العسل على الريك بس ياريت تخلط العسل بالماء النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يشرب العسل بالماء لا يدركها إلا الفطن العاقل لأن هذه الأشياء للجسم طاقة وحيوية ورشاقة وكل شيء تتخيله تحياتي للجميع وأشكركم وأشكر كل أخ وكل أخت يتبعني أتمنى من كل أخ وكل أخت يشترك في قناتي الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتعليق جميل ولايك ولا تنسى قناة أبو يوسف للوصفات الطبية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة